ما زالت أزمة المشتقات النفطية مستمرة في العاصمة وبعض المحافظات وهناك أنباؤنا عن توجه حكومي لرفع أسعار هذه المشتقات في فقرة نفض الشارع نستطلع أراء المواطنين حول هذا الموضوع وضحوا للشعب أي شيء من المسؤول على الموضوع هذا ومن المتسبب ومن المشأنا اللي وضح المناسب كل متسبب في هذا الأزمة المواطنين جزء من الأزمة والله أنا برأي الحكومة نفسه والله هي رسالتنا إلى وزير النفط ووزير لهذا عليهم توفير المشتقات النفطية لأنهم رجعوا يفتحوا الأسواق السوداء الدباء من خمسة من ستة هم أخبار بكل حاجة عادي يرفعوا على المهم يوفروا لنا البترو ولا هذا المسارة رسالتنا للحكومة أن يتخلي السعر على ماهو لا ترفع وترحم المواطن الحكومة تعزلنا البلات والله نقول للحكومة حكنا أنه إذا رفعوا بايشوفوا من الشعب شيء مش عاجبهم أنه شعب مخلوق أكثر من ما هو متوقع السعر النفط إذا ارتفع لناشي بأي خرق بأي شيء ولا يخرجون بأي حاجة والله هذه مشكلة كبيرة على اليمنين ولا في لا رفع أسعار نفط ولا في أي حاجة وكلها هذا ناس بيفعلوا ضجة علشان أيش مثل ما تتشوف هي القاهرة عا تكون كارثة على البلاد بتسبب مشكلة رسالة إلى الحكومة والله أنهم تعقبونه من عمس الصباح هنا الشعب موقفين إلى اليوم يعني يراقلين فوق السيارات يعني أيش هذا البهذلة وين البترول وين النفط وين الحكومة بيتقطعوا لهن وين الدولة لشماعة بسر منوال ذي بيتقطعوا لهن إذا كان يريدون سعر النفط فاليرحلوا يوفروا كل شيء ويتقوا الله في الشعب هذا يقول لك سعر هذا يقتلك ميت كده ما عايزي تفعل لأنه إذا رفع الرفع هذه على دمار البلاد مش شو علي أقول لك يعني رفع أسعار النفط يعني يسبب أزمة عنيئة بالمواطني تمام وكون يعني بسبب الزحمة هذه يعني الإنسان يعني يزال الشوارع تستحم وما يخليش الناس يطلبوا الله بعد حالهم إذا تم رفع المشتغط النفطية فيكون هناك ثورة تقوع ترجمة نانسي قنقر